اشتركوا في القناة اطلع جلالة الملك المفدى خلال لقاء على نتائج عمل اللجنة الوطنية التي شكلت بأمر ملكي في العام 2011 حيث تفضلت صاحبة السمو الملكي رئيسة اللجنة بتقديم شرح موجز حول أهم ما تم إنجازه ضمن متطلبات النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة والمتمثلة في السياسات والتشريعات الوطنية والموازنة العامة للدولة وإنشاء لجاني تكافؤ الفرص في كافة المؤسسات الحكومية وبهذه المناسبة أشاد جلالة الملك المفدى بجهود صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة من خلال رئاسة المجلس الأعلى للمرأة التي استطاعت وبجدارة أن تضع الأسس الكفيلة لاستدامة مشاركة المرأة البحرينية وليكون المجلس ومنذ تأسيسه عام 2001 خير عون في مساندة الجهود الوطنية على هذا الصعيد مقدرا جلالته تعاون كافة سلطات وقطاعات الدولة مع المجلس للقيام بدوره على الوجه الأكمل وأكد جلالة العاهل المفدى أهمية تبني توصيات المجلس الأعلى للمرأة والمتمثلة في وضع نظام شامل لحوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص وبما يكفل قياس مؤشرات تنفسية المرأة على كافة الأصعدة وانعكاس ذلك على مركز مملكة البحرين على الصعيد الدولي ونوه جلالته رعاه الله بأهمية جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة العالمية لتمكين المرأة وما تحمله من رسائل ومضامين علمية تؤكد على ضج تجربة المرأة البحرينية وتوضح للعالم بأن جهود مملكة البحرين قد تجاوزت مراحل الرعاية والتمكين التقليدية لتصل إلى مرحلة متقدمة تكون المرأة فيها عنصرا فاعلا في رفع تنافسية بلادها في كافة القطاعات التنموية مقدرا جلالته كذلك إسهامات الجائزة كآلية عملية تنطلق من مملكة البحرين لتشجيع جهود الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الرامية إلى رفع مساهمات المرأة في التنمية الشاملة والمستدامة وقد بارك جلالة الملك المفدى إنشاء المرصد الوطني لمؤشرات التوازن بين الجنسين والذي يوضح جهود المرأة البحرينية وما حققته من إنجازات متميزة منذ عقود طويلة ويحافظ على مركزها كما أشهدت جلالته بدور المرأة النبيل في عملها ورعايتها لأسرتها فهي صمام الأمان للمجتمع وقطعت شوطا طويلا ومميزا في خدمة وطنها وتبوأت العديد من المناصب القيادية الرفيعة في مختلف قطاعات العمل مضيفا جلالته أننا حريصون دائما لتقديم الأفضل للمرأة لمكانتها في المجتمع وأن جميع الأبواب مفتوحة للمزيد من مشاركتها في كل المجالات وبهذه المناسبة ثمنت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة الدعم والرعاية من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى لكافة أعمال المجلس الأعلى للمرأة منذ تأسيسه ومتبعة جلالته على الدوام لأعماله إذ وبفضل توجيهات جلالته السديدة تمكنت المرأة البحرينية من أن تحظى بمكانة رائدة ليس على الصعيد المحلي فحسب بل على المستوى العالمي من خلال تبني النموذج البحريني لدعم تقدم المرأة من قبل منظمات دولية عريقة كالأمم المتحدة وتعميم هذه التجربة على كافة دول العالم من خلال جائزة عالمية لتمكين المرأة وأكدت سموها حفظها الله على سلامة النهج الذي تسير عليه مملكة البحرين في دعم مكون المرأة وإدماجه في التنمية الوطنية لتعكس الأرقام والنتائج والإحصائيات ما أحدثته المملكة من تطور لافت على كافة المجلات والمستويات على مستوى المنطقة وفي فترة زمنية قصيرة حيث تمكنت من تقليص الفجوة بين الجنسين في العديد من المجلات الهامة كالصحة والتعليم والشأن الاجتماعي مؤكدة سموها حرص المجلس على استمرار هذا العمل الدؤوب الذي ينفذ بفضل الخبرات الوطنية في شتى المجلات وعلى كافة الأصعدة وفي ختام الاستقبال قدمت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بن تبراهيم آل خليفة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه النسخة الأولية من التقرير الوطني للتوازن بين الجنسين وتقريرا حول الانتهاء من إنشاء المرصد الوطني لمؤشرات التوازن بين الجنسين وتطبيقا إلكترونيا خاصا حول أهم الإحصائيات الوطنية ذات العلاقة بالمرأة في مملكة البحرين الذي نفذته أمانة المجلس بالتعاون مع مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مسألة إدماج احتياجات المرأة في التنمية هي ممكن تكون من أكبر التحديات التي تواجهها الدول التي تأخذ مسألة تقدم المرأة بشكل جدي ومملكة البحرين هي واحدة من هذه الدول ولذلك صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله حرصت منذ بداية تأسيس المجلس الأعلى للمرأة على أن يتم تضمين الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية والتي اعتمدها رأس الدولة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه في المسار التنموي العام ومن هنا جاءت فكرة أن تمتلك البحرين ما يسمى بنموذج وطني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة هذا النموذج منذ أن تم التفكير فيه في 2011 حرص على الخصوصية الوطنية وأسس على عدد من المحاور التي تم تنفيذها على أكثر من مرحلة فاهتم النموذج في البداية على أنه يضع البنية التحتية لعملية إدماج احتياجات المرأة وهناك العديد من المحاور التي تضمنها هذا النموذج فعلى سبيل المثال على مستوى إدماج احتياجات المرأة في السياسات اليوم نجحت البحرين في إدماج الخطة الوطنية في برنامج عمل الحكومة تم تشكيل لجان تكافؤ فرص في كل مؤسسات الدولة الحكومية في الوزارات الحكومية وهناك إلزامية لتشكيل لجان تكافؤ الفرص التي تتابع عملية خططها التنفيذية النابع من برنامج عمل الحكومة هناك محور مهم تحت مضلة البرنامج الوطني وهو محور التشريعات اليوم البحرين أغلقت ما يقارب 90% من الفجوة تحت مضلة الاستقرار الأسري وهذا يعود فضله إلى كم التشريعات النوعية التي أصدرها واعتمدها المشرع البحريني على صعيد آخر الموازنات اليوم مملكة البحرين استطاعت أن تحول موازنتها العامة إلى موازنة تراعي احتياجات المرأة البحرينية فنجدها مصنفة بناء على احتياجات المرأة إلى الرجل وهذا يساعد مملكة البحرين على قياس مساهمات المرأة في الناتج الوطني على سبيل المثال كل هذه الإجراءات أدت إلى أن نحن اليوم نصل بهذا النموذج إلى مرحلة ممكن أن نطلق عليها مرحلة حوكمة منهجيات تكافؤ الفرص على المستوى الوطني ومن هنا جاءت أهمية تبني صاحب الجلالة للتوصيات الأخيرة لللجنة التي كلفت بمتابعة هذا النموذج من خلال اعتماد مرصد وطني ضخم نوعي يحتوي على أكثر من أربعة آلاف مؤشر رئيسي وتفصيلي يبين لنا اليوم موقع المرأة في المجال التنموي مقارنة بالرجل البحريني هناك أيضا تقرير وطني يساعد مملكة البحرين على قياس أي فجوات ومدى نجاح البحرين في سد هذه الفجوات فهذا التقرير ينبع من مرصد وطني ضخم ومن الممكن أن يعتمد عليه في وضع السياسات القادمة لسد احتياج هنا وهناك من أجل مواصلة تقدم المرأة البحرينية في التنمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر